فكرة ان طبعا استاد جابوما في العاصمة الاقتصادية للكاميرون دولة هو الملعب ده اللي هيستضيف نهائي دورة ابطال افريقيا يوم 29 مايو القادم طبعا الخبر بالنسبة لنا هنا في قناة الاهلي او تحديدا في برنامج الاهلي الليلة الحمد لله يمكن لنا الصبق واعلن هذا الموضوع من حوالي 14 يوم او 15 يوم قبل حتى الكاف ما يعلن الدول اللي حصرت بينها المنافسة على استضافة نهائي دورة ابطال افريقيا لكن الجديد ودائما احنا بنحاول نقدم لكم الجديد وبنحطوكم في قلب الاحداث قبل اي جهة اعلامية اخرى ان الفترة الجاية طبعا الاتحاد الافريقي بيحدد حسب الخريطة الزمنية او حسب التسلسل الزمني في اقامة موعد المباريات في تحديد الاماكن اقامة هذه المباريات ده تسلسل زمني طبيعي جدا يعني انتظار الاحداث اللي جاية او هنشوف الفترة الجاية الموعدة هتكون رسمية والناس هتلتزم بيها ولا فيروس كورونا هيكون لي رأي اخر في تحديد هذه الموعد لكن المعلومة اللي عايز اكدها لكل الناس ان في لجنة طبية من الاتحاد الافريقي سفرت اول امس الى الكاميرون لتقديم او لاجراء تصور على استضافة كاسر ام الافريقي للمحليين في الكاميرون خلال شهر ابريل القادم في حال اذا كان للتقرير الطبي رأيه اخر في عدم اقامة بطولة ام افريقيا للمحليين الشهر القادم في الكاميرون قد يطول التغيير في موعد هذه البطولة وارجاءها او تأجيلها او الغاءها على حسب ما يترى للمكتب التنفيذ وقتها بناء على التوصيات الطبية اللي هتكتب او اللي هتخرج من اللجنة الطبية للاتحاد الافريقي وفي حال اذا ما تم اتخاذ قرار بخصوص هذه البطولة طلطة ام الافريقي للمحليين سيكون هناك تدعيات اخرى على دوري ابطال افريقيا وكاسر كونفدرالية في شهر مايو القادم لن نصبك الاحداث لكن اللجنة الطبية خلال هذه الساعات بتعكف على متابعة الاجراءات في الكاميرون واذا كان البعض بيرى ان الدول الافريقية بعيدة كل البعد عن انتشار فيروس كورونا لا غير صحيح لان هناك عدد من الدول الافريقية خلال الساعات القليلة الماضية اتخذت قرارات بتعليق النشاط الرياضي سواء غانا الكونغو الجابون ليبيا مصر المغرب العديد من الدول لكن ما زالت هناك دوريات تلعب في هذه اللحظة ابرزهم الدوري الكيني الدوري الناجيري والدوري الكاميروني وايضا كمان الدوري الجنبي بشكل عام هنشوف قرار اللجنة الطبية او التوصية في فكرة اقامة بطولة الافريقية للمحليين الشهر القادم في شهر ابريل واذا ما تم تأجيل هذه البطولة او تغيير موعدها بسبب فيروس كورونا بالتبعية يعني هيكون فيه قرار متعلق بمسابقات الاندية الافريقية الفترة القادمة